بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك أنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمدي والنسائي وابن ماجة وغيرهم كثير حديث مشهور محفوظ متواطر الرواية عن سلف رضوان الله عليهم من أجل الترغيب في هذه القربة العظمى ألا وهي تعلم القرآن وتعليمه نقف وقفات مختصرة جدا مع هذا الحديث الجليل المحفوظ سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أطلق الخيرية فقال خيركم ولم يقيدها بشيء فلك إذن أن تضع هذه الخيرية أين شئت خيركم في الدنيا خيركم في الآخرة خيركم عند الله خيركم عندي خيركم في السابقين خيركم في اللاحقين خيركم خيرية مطلقة لا تساويها خيريا وهذا كافي في عظيم الفضل الذي جعله المولى عز وجل لمن تعلم القرآن وعلمه وجاء بعض أهل التفسير شرح الحديث فقالوا يريد في قوله خيركم من تعلم القرآن أي خير المتعلمين في الدنيا من يتعلم من القرآن وهو معنى كذلك عظيم لأن في هذا اللحظة التي نتحدث فيها أيها الأحباب فيه من يتعلم شيء أي أن كان علما من العلوم الكونية أو الدنيوية علما من العلوم الشرعية صنع من صنع فيه من يتعلم وفيه من يتعلم من القرآن فخير المتعلمين على الإطلاق من يتعلم من القرآن وخير المعلمين إذن كذلك ما دام فيه من يتعلم فيه من يعلم فكذلك فيه من يعلم العلوم الشرعية وفيه من يعلم العلوم الكونية وفيه من يعلم العلوم الصنعة وكل فيها خير على حسب الإخلاص والصدق والقصد ولكن خير المعلمين من يعلم القرآن الكريم وختاما في قوله صلى الله عليه وسلم علمه خيرك من تعلم القرآن وعلمه المقصود الأول بقوله علمه الشيخ الذي يتعب مع المتعلم ليلة نهار سنة خلف سنة في الزوايا في الكتاتيب في مدارس القرآن الكريم يحفظ الناس القرآن الكريم ويحمل هذه الرسالة العظمى ويتخرج على يديه حفظة كتاب الله هو المقصود الأول لكن لسعة فضل الله يدخل معه في هذا المقصود بالتباعية وناس غير منهم الوالد أو الوالدة التي تسعى أو يسعى مع ابنه من أجل أن يحفظ القرآن الكريم فيحرضه على ذلك يحثه على ذلك يكرمه على ذلك يذهب به إلى الكتاتيب يذهب به ويأتي به يحرص على أن يتعلم ابنه القرآن الكريم فهو دخل في قوله وعلمه لأنه ولد حرص على أن يتسبب في ذلك التعليم ويدخل في ذلك كذلك من يشيد مدارس القرآن الكريم من يبني الزوايا والمدارس ويهيئ الأمكنة لأجل أن يعلم القرآن الكريم كل هؤلاء وغيرهم من قريب أو من بعيد دخل بالتباعية مع من قصده صلوات ربي وسلمه عليه بقوله من علمه أي من سعى وأخذ بالأسباب ليتعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى يأخذ معهم ذلك الأجر ويكون معهم في تلك الخيرية نسأل الله الكريم شهر النبي العظيم أن يعلمنا القرآن الكريم ويفهم أن أنواره وأسراره ونطلق أسنتنا بتلاوته آناء الليل وأطرف النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك أنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين